فنيا سيمبا ولا مازمبي ولا ترجي انا اروح لنقطة ابعد شوي وانا هتكلم فيها بشكل لوجستي مش شكل فني لان الشكل الفني هسأل فيه بالتأكيد المختصين سواء في حلقة النهاردة او في الحلقات اللي جاية واكيد عندنا وقت الغاية ما تتعامل القرعة ممكن نلاعب مين او الافضل نلاعب مين ولكن انا هتكلم على نقطة ادارية ولوجستية مهمة جدا المباراة يوم 29 او 30 مارس والاجندة الدولية هتخلص 26 مارس فاحنا بنتكلم على 48 ساعة والمنتخب ما بيلعبش في مصر هيلعب في الامارات عنده دورة ودية مع تونس ونيوزيلندا وكرواتي فالمنتخب عنده مباراة يوم 26 والمعسقرة هيبدأ 12 ففيه 14 يوم لمعسقرة منتخب مصر لعبة الاهلي مش موجودة مع مرس الكولر فالافضل في الفترة دي وفي التوقيت ده نواجه مين الاهلي اكيد بطل افريقيا وهو حامل النسخة الاخيرة ما بيبصش هيلعب مين ولكن في نقاط تانية ممكن تحسبها بالحزبة اللي أولوكوا عليها دلوقتي المطش في رمضان المطش هيتلاقف في شهر رمضان الكريم بإذن الله ووقتها هنكون في منتصف شهر رمضان فلو هتلعب مع سنبا أو مازمبي يا إما هتلعب ثلاثة ده لو في مازمبي تحديدا ثلاثة لان ما فيش أضواء كاشف هناك فهتلعب ثلاثة العصر سنبا ممكن تلعب مع ثلاثة أو ستة وفي الحالتين توقيت المباراة هتبقى في فترة الصيام المباراة في شهر رمضان ودي حسابات على فكرة لا تقل أهمية للحسابات الفنية فالجهاز الفني بيفكر فيها وإحنا بنفكر كمان معاكم فيها طيب ده جانب متعلق بيه التوقيت المباراة والمباراة هتتلعب فين يا إما في ملعب سنبا في تنزانيا إما هتلعب في الكونغة ديمقراطية وأجواء حرة وأجواء رطبة وفترة صيام واللعابة صايمة فدي كل دي حسابات لازم تفكر فيها طيب الجانب التاني الترجي التونسي هل في التوقيت ده مناسب تواجه الترجي؟ أنا شبتكلم فنيا خالص ولا بتكلم مين كعب وعلي عن مين كمان يعني الحمد لله الأهل كعب وعلي على سنبا وعلى الترجي يمكن ما سنب الأهل ما كسبوش في الكونغة قبل كده ولكن لو على الترجي التونسي إيه الأفضل؟ لا لو القرعة أفضل الترجي ليه؟ لحكتين أولا الترجي هيلعب المباراة بالليل بعد الفطار لأن ظروف تونس زي ظروف مصر المباراة في رمضان هتتلعب بالليل ده أكيد الساعة 9 أو الساعة 10 بتوقيت القاهرة ده واحد اتنين تونس بتشارك في دورة ودية مع منتخب مصر في الإمارات بتشارك في دورة ودية مع منتخب مصر في الإمارات فاللي هيسري على لعبت الترجي هيسري على لعبت الأهلي حدش أخذ بالله من الجزئية دي خالص اللي هيسري على لعبت الترجي اللي موجودة في الإمارات بتلعب دورة ودية مع تونس ومن ضمنهم أكيد هيكون علي معلول هيسري على لعبة الاهلي لعبة الترجي جاية من معسقر تونس اللي في الامارات ولعبة الاهلي جاية من معسقر مصر في الامارات فالتوقيت الزمني ما بين الدورة الودية مع المباراة الترجي هيكون واحد لو الترجي حد 29 هيبقى الزرف الزمني 48 ساعة إلا هيسر على الترجي هيسر على الاهلي لو المباراة مستبت إلا هيسر على الترجي هيسر على الاهلي 72 ساعة فلوجستيا وإداريا أنا أفضل الترجي فكرة بقى الكعب العالي فكرة الفنيات دي نسبها للمختصين ولكن لو بتتكلم معايا بشكل لوجستي أو إداري أفضل ظرف للأهلي في الفترة دي مواجهة التراجي التونسي أولاً قرب المسافة ما بين الإمارات مع تونس لأنك هتمر عن طريق مصر اللي هيحصل مع التراجع هيحصل مع الأهلي لأن العبت التراجي بتلعب في تونس ولعبت الأهلي بتلعب في مصر واللي التنين مرتبطين بنفس الدورة الوديلة اللي هتتلعب في الإمارات المباراة هتتلعب بالليل في فترة الفطار بعد الصيام فهتبقى الظروف كلها مهيئة إن الفريتين تكون الكفة متساوية لكن لو رحت لعبت سيمبا وده بقى القرع ربنا يعني سهل لما نشوف القرع هتصفر عن إيه سيمبا؟ لأ الظروف هتسمح لسيمبا يكون في توقيت أفضل انت جاي من دورة ودية المسافة ما بين الإمارات لتنزانيا هل اللي عايبت يجي على القاهرة وتلح تسافر من القاهرة لتنزانيا نفس الأمر وهيبقى أصعب لو رايح لكون غد زموقراطية فده الأجواء اللي أنا بشرح لحضراتكم المواجهة ممكن تبقى فين وفي إطار إيه والأفضل للأهلي إداريا ولوجستيا بعيدا عن التفاصيل الفني ده شكل القرع وده المواجهات المنتظرة اللي ممكن الأهلي يلعب معها خلال الفترة اللي جاي أكيد من خلال ما سمعنا دلوقتي كل التفاصيل دي كله يقول أكيد الترجي الكله يقول أكيد الترجي آخر مواجهة ما بين الأهلي والترجي الأهلي كسب الترجي رايح جاي وكان الأهلي كعب وعالي على الترجي ربنا يوفق الأهلي إن شاء الله في المشوار الإفريقي الأهلي تصدر المجموعة عمل أرقام قياسية ما تحققتش من فترة طويلة جدا فنتمنى بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذا المشوار